السلام عليكم يارب تكونوا بخير في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نعمل رندر لبرفيم زي ده مع بعض خطوة خطوة زي ما احنا متعودين على بلندر فخلينا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت يسيبوها لنا في الكومنتز ودلوقتي يلا بينا نبدأ مبدئيا كده اي حاجة هدوسها على الماوس او الكيبورد هتلاقيها موجودة عندك تحت على الشمال هنا ودلوقتي خلينا نبدأ الشغل على طول فانا البرفيم اللي هعمله هيكون شكله استواني اكتر فانا مش محتاجة الكيوب في حاجة فهاجي دلوقتي امسح الكيوب واللايت دول فهختارهم الاتنين كده وهعمل اكس وي ديليت بعد كده علشان اعمل اد للسيلندر هعمل شفت ايه وهعمل اد مش سيلندر وانا عملت السيلندر لان ده اقرب شكل للبرفيم اللي انا عاوز اعمله هعمل جي زد وهدوس واحد من النومباد وهدوس انتر علشان ارفع الشكل بتاعي فوق الارض على الزيد اكسس بعد كده هاجي من هنا هدوس تاب علشان اروح لي الادت مود وتلاتة من الكيبورد علشان اختار الفيس تلك وهبدأ ان اختار الفيس دي بس وبعدين هاجي اعمل كنترول بي علشان اعمل بيفل وهبدأ ان انا اسحب لليمين بالماوس بالشكل ده وهسكرول اوب بعاجلة الماوس علشان ازود السيجمنت بالطريقة دي هزود السيجمنت حاجة زي كده للدرجة اللي انا اشوفها مناسبة وبعدين كليك علشان اكونفيرم بعد كده هاجي من تحت هاختار الفيس اللي تحت كمان وهبدأ ان انا برضو اعمل كنترول بي وهسحب كده حاجة بسيطة بس المرة دي هخليها حاجة بسيطة خالص زي كده بعد كده همسك الفيس دي وهعمل اي علشان اعمل اكسترود وهشدها لفوق حاجة بسيطة زي كده وبعدين ممكن اعمل اكس وعمل ديليت للفيس دي كده كده الجزء اللي جوه ده مش هيبان معنا بس مش هيبان معنا فعشان كده انا عملت بس حتة صغيرة كده بعد كده هدوس تاب علشان اروح للأوبجيكت مود وهبدأ ان انا اعمل كريك يمين وشيد سمود وبعدين علشان نزبط الشكل بتاع الازازة نفسها فهعمل كنترول 3 من الكيبورد علشان اعمل سب ديفيجين سيرفس موديفاير من هنا كده وهتأكد ان الرندر كمان يكون ثلاثة وبعدين علشان ازبط الشكل ده من هنا فهرجع تاني على الادت مود وهدوس المرة دي اتنين من الكيبورد علشان اختار الاجي سيلكت وهاجي من هنا كده وهدوس alt وهاختار الاجي لوب دي وبعدين خلينا نرجع تاني على السولد مود وهعمل كنترول بي علشان اعمل بافل بسيط ويزبط لي الشكل حاجة زي كده ممكن اقلل السيجمنت هنا فممكن اعمل حاجة زي كده فبقى عندي الشكل حاجة زي كده بعد كده هيجي ادوس alt واختار الاجي لوب دي بس وهعمل شفت دي علشان اخد منها نسخة وكليك يمين علشان اكانسل الحركة بتاتي وتفضل في مكانها وبعدين وانا عامل الكل ده سلكت هدوس p من الكيبورد وهعمل separate by selection وبكده انا خدت نسخة من الاجي لوب دي ولما عملت separate خليتها object لوحدها فهدوس tab علشان اروح لي object mode وادوس بره كده وبعدين هيجي من هنا على ال cylinder o o one دي دي النسخة اللي انا خدتها وهبدأ ان انا اعمل لها s علشان اعمل scale حاجة بسيطة زي كده ولو نلاحظ ان ال origin point بتاعتها تحت كده فانا ممكن اروح اعمل object set origin origin to geometry علشان تبقى فوق هنا كده علشان لو احتاجت ان انا اعمل scale حاجة زي كده يبقى scale مزبوط وبعد كده هدوس tab علشان اروح لي edit mode A علشان اعمل select all وبعدين هعمل EZ علشان اعمل extrude على LZ axis فهعمل extrude للحد اللي انا شايفه مناسب وبعدين هيجي من هنا وهدوس F علشان اعمل fill او علشان اعمل face بعد كده هيجي على الجزء ده طبعا لان انا واخد نسخة من الجزء اللي تحت فهو اوتوماتيكي متطبق عليه نفس ال subdivision surface اللي كان على الازازة فهاجي من هنا وهعمل control B علشان كمان اعمل bevel بسيط حاجة زي كده واصبط شكل الغطى بالشكل ده هرجع دلوقتي على object mode وممكن اعمله scale شوية حاجة زي كده مثلا فكده تقريبا خلصنا الموديلينج بتاع الازازة بتاعتنا طبعا كل واحد يقدر ان هو يعملها بالشكل اللي هو عاوزه ولكن الهدف من الفيديو ده ان احنا نشوف الفكرة العامة كلها هننفذها ازاي مش الهدف من الفيديو ده الموديلينج فانت تقدر تعمل موديلينج لأي شكل زي زي انت حيب ان انت تعمله هبدأ بعد كده ان انا اضيف الماتيريانز فهاروح على ال render preview وهاجي من هنا من ال render properties وهخلي render engine cycles وهغير دي هخليها gpu compute علشان يرندر على كرت الشاشة اسهل وهاجي على max samples خليها 128 هنا وهنا ممكن نخليها 256 ودلوقتي ممكن نعمل save علشان ال project ما يدعش مننا تحت اي ظروف تمام دلوقتي طبعا احنا شايفين الدنيا مظلمة بالشكل ده فاول حاجة هعملها قبل ما اضيف الماتيريالز علشان اكون شايفة الماتيريالز كويس وهي ان انا هضيف HDR ال HDR اللي انا هستخدمها هتكون من ال blender kit فتقدر ان انت تدخل على جوجل وتكتب download blender kit وهي add on free of charge واحنا كنا شرحنا في كذا فيديو قبل كده ازاي ان احنا نضيفها فهاتب لك اللينك بتاع الفيديو اللي انا بشرح فيه ازاي نضيف ال blender kit في description فدلوقتي هاجي هفتح العلامة دي علشان اشوف الحاجات اللي انا ممكن اضيفها عندي وهاجي من هنا هختار free first ومن هنا هختار ال HDR وبعدين هبدأ اختار ال HDR اللي انا عاوزها ممكن اختار حاجة زي دي مسلا واخليها الف اربعة وعشرين وطبعا ممكن نتحكم في قوة HDR فممكن ناجي من ال world هنا وارفع الاضاءة بتاعتها اكتر حاجة بالشكل ده وانا عن نفسي مش بحب ان انا تكون شايفة HDR كده فخلينا بس نقفل دي دلوقتي فهاجي من هنا وهنزل على قائمة film وهعمل دي transparent وبكده ال HDR هتختفي من عندي الحاجة التانية اللي انا هحتاج اعملها لان ال HDR رمي عندي اضاءة زرقة شوية فهاجي من هنا من ال shading وهاجي على ال render كده ومن هنا بدل ما هي object هغير دي هخليها world وبكده انا بقيت شايفة النودز بتاعة ال HDR اللي انا ضفتها فهاجي من هنا هعمل shift A وهاجي من color وهاختار hue saturation وهحطها هنا في النص بالشكل ده فهتتوصل ما بينهم بالطريقة دي وهبدأ بس ان انا انزل ال saturation شوية علشان تبقى عندي الاضاءة بيضة زي كده ولو حبينا ان احنا نغير درجة اللون نفسها فبدل ما نقلل ال saturation ممكن ارجع زاود ال saturation تاني وممكن بس ان انا اغير ال hue واختار الدرجة اللي انا عاوزها فممكن نعمل حاجة على pink كده شوية وهقلل برضو ال saturation شوية علشان تكون يدو بمدية ضيب pink خفيف خالص بعد كده هرجع دي عادي لل object زي ما كانت وهرجع تاني على ال layout دلوقتي ممكن نبدأ ان احنا نضيف ال materials بتاعتنا فهاجي على الغطة الاول هاجي على material properties من هنا وهعمل new material وبس هتدي له material soda فهاجي من هنا هنزل السلايدر دل تحت خالص حاجة زي كده وممكن اقلل roughness بتاعته بالشكل ده علشان يكون لامع وممكن نعلي المتالك شوية تمام كده شكله لطيف هاجي بعد كده على الازازة نفسها وهاجي من هنا هعمل new material والprint build bsdf دي هدوس عليها دوسة وهختار من هنا glass bsdf علشان يعمل لي material ازاز وبعد كده هاجي من roughness هنزل ال roughness على الاخر خالص علشان تكون عندي شكلها ازاز فعلا بالشكل ده طبعا هي عكسة ال hdr علشان كده انت قادر ان انت تشوف من خلالها بالشكل ده طيب الحاجة اللي بعد كده اللي انا محتاجة اعملها ان انا محتاجة ان انا اعمل السائل اللي جوه الازازة نفسها هعمل ده زي هاجي وانا مختار الازازة كده هعمل shift d علشان اخد منها نسخة لكمينا علشان اكنسل الحركة و s علشان اعمل لها scale فهبدأ ان انا اعمل حاجة زي كده وهدخلها جواها وعمل لها scale بالشكل ده وبعدين هاجي اعمل gz وهرفعها لفوق حاجة زي كده فكده هتديني كأن في سمك للازاز وطبعا هيجي من هنا من الماتيريال لان هي احنا واخدين منها copy فهي واخدة نفس الماتيريال بس قبل ما اعمل كده انا محتاج افصلها عن الشكل اللي برا فهاجي هتأكد ان انا اروح tab على و هدوس و هعمل و بكده ده بقى عندي شكل وده شكل تاني ودلوقتي كل اللي انا محتاج اعمله علشان اغير الماتيريال بتاعة الشكل اللي جوه او السائل اللي جوه فهاجي هدوس من هنا هاخد نسخة من الماتيريال دي وبعدين هبدأ ان انا اغير لون الماتيريال زي ما انا حب ان هو يكون فممكن نعمل حاجة زي كده و نغمقها لتحت شوية حاجة بالشكل ده طيب لو لاحظنا كده ان الشكل بتاع السائل اللي جوه ده شكله مش واقعي قوي شكله كده كأن فيه حاجة غريبة او كأن الازاز نفسه هو اللي ملون علشان نخلي شكله واقعي هنعمل ايه خلينا ندوس دوستين كده انا دلوقتي بيتوقع الجزء اللي جوه ده خلينا نجيبه جي واي هنا علشان نشوف الفرق هاجي هدوس تاب علشان اروح للأدت مود وتلاتة علشان اختار الفيس سلاك وهدوس ايه من الكيبورد علشان اعمل سلاكت اول كل اللي انا محتاجة اعمله ان انا اقلب النورمالز بتاعة الشكل ده علشان شكله يبقى حلو جوه الازازة لو جينا من هنا من القائمة دي وجينا عملنا فيس اورينتيشن كده هنلاحظ انه الجزء ده ازرق والجزء ده ازرق والجزء ده احمر طيب ده معنى ايه؟ ده معنى ان ده الفيس الخارجي وده الاحمر ده بيكون الفيس الداخلي ده معنى ان الغاطة ده كده هنا مقلوب وان احنا هنحتاج نعدله ومعنى ان ده الفيس بتاعته بسطة البرة طيب انا كل اللي انا محتاجة اعمله ان انا اقلب الفيس دي تبقى من جوه تبقى من جوه ازرق ومن بره احمر هعمل ده ازاي؟ هدوس شفت ان علشان اعمل حاجة اسمها فليب نورمالز وهلاقي فتح لي القائمة دي هشد دي كده من تحت وهعمل انسايد كده هو قلب لي الشكل ده بالطريقة دي هعمل نفس الحاجة والجزء ده جوه زي مكان فخلينا نرجع على الابجيكت مود وهعمل كنترول زت علشان ارجعه جوه تاني في مكانه وبعدين دلوقتي هاجي وانا مختار الجزء اللي جوه ده هدوس تاب علشان اروح لي الادة مود وخلينا نلغي الفيس اوريينتيشن ده علشان نشوف ايلا هيحصل فهاجي من هنا هكانسل تاني الفيس اوريينتيشن وهاجي انا دلوقتي عامل سيلكت على اللون اللي جوه اللي هو مفروض البرفين بتاعي هدوس ايه من الكيبورد علشان نعمل سيلكت اول ودلوقتي هدوس شفت ان عشان نعمل يكالكيوليت نورميلز وبمجرد ما هعمل انسايد هتلاحظ ان الشكل اختلف تماما حاجة زي كده طيب هنيجي دلوقتي نزود له واقعية اكتر ولكن قبل ما ننسى خلينا نيجي برضو نختار الابجيكت اللي هنا ده ونروح ندوس تاب من الادت مود ونعمل سيلكت اول علشان نختار كل حاجة ودلوقتي هنعمل شفت ان علشان نعمل ريكالكيوليت نورميلز و هنخليها انسايد علشان تتضبط وهو كده الواحد وعمل ريكالكيوليت و الغطات زبط عندي دلوقتي هرجع هقفل الفيس اوريينتيشن تاني هرجع على الابجيكت مود وهتلاقي انه هو بقى حاجة زي كده طبعا ممكن في بعض الاحيان ما طلحش الفرق قوي ولكن احيانا ده هيعمل فرق كبير معيك طيب نزبط ازاي بقى الشكل اللي جوه ده خلينا نروح نعمل سيلكت كده على الجزء اللي جوه ده وهدوس تاب علشان نروح للأدت مود وخلينا نفتح كده الفيو ده علشان نكون شايفين كويس طيب ازاي ممكن نعمل واقعية للشكل ده في طريقة لطيفة قوي هتقدر عن طريقها ان انت تعمل شيء من الواقعية كده للبيرفين بتاعك هنيجي نختار من هنا وهاجي انا طبعا فتحه من هنا وعلشان كده انا لو جيت اعمل سيلكت كده هلاقي ان انا بس الناحية دي والناحية الثانية كمان اللي قدامها ولكن لو انا قفلت التوجل هقدر ان انا بس اسيلكت اللي قدامي فخلي بالك من النقطة دي هاجي افتح التوجل كده وهاجي افتح وهاجي من الجنب كده ممكن ادوس تلاتة من النمبل عشان اشوف الفيون الجنب بالزبط وهبدأ ان انا اعمل جي زد وهرفع دول لفوق شوية ويممكن ازود التأثير علشان وممكن اعمل كده علشان ازود التأثير بتاع السحب اللي انا بعمله ويعملها حاجة زي كده ودلوقتي ممكن اسلاكت كل دول وانا ازدلهم كلهم لتحت جي زد حاجة بالشكل ده فيديني الحركة دي ان هو يكون هنا مرفوع شوية لفوق بالشكل ده دي بيبقى شكلها لطيف وبعدين هاجي من الجزء اللي فوق ده علشان ادي شوية واقعية احنا مش محتاجين ان السلاكشن يكون للاخر خالص بالطريقة دي فممكن اجي اسلاكت شوية الفيسز دول واعمل لهم اكس وديليت فيسز مالهمش لازمة عندي وبعدين هاجي من الاجسلاكت كده وهاجي من الفيس سلاكت وهاختار شوية الفيسز دول وممكن اعمل جي زد علشان انا ازدل دول كلهم لتحت شوية بالشكل ده فما يكونش باين عندي الجزء ده ان هو كامل للاخر ودلوقتي ممكن ارجع تاني اختار ونفس الكلام اللي عملناه الناحية التانية ممكن ادوس تلاتة من النومباد واختار شوية البرتز دول مسلا خلينا نختار الستة اللي في النص دول وهافتح البروبورشنال اديتنج وهعمل جي زد وهبدأ ان انا نزل الجزء ده لتحت شوية كده مسلا ودلوقتي ممكن ادوس الت واختار الاجلوب دي وادوس اقف علشان اعمل فيس وخلينا نرجع على الرندر بريفيو ونشوف الشكل بقى اعمل ازاي الخطوة اللي بعد كده ان انا هاجي امسك الجزء ده وهاجي اعمل اد موديفاير جينيريت وهعمل سوليديفاي موديفاير طبعا مجرد ما عملت السوليديفاي موديفاير قدرنا نلاحظ ان فيه اختلاف في الشكل هرفع السوليديفاي موديفاير فوق السبديفجن سيرفس وهبدأ ان انا ازود بتاعته حاجة زي كده وبعدين هسلكت الجزء اللي جوه وشفت واختار الجزء اللي برا وهاجي على السوليديفاي وهعمل كابي توسلكت وبرضو هرفع السوليديفاي فوق السبديفجن ودلوقتي لو عملت سكيل هنلاحظ ان الشكل بدأ يبقى واقعي اكتر ودلوقتي هعمل له سكيل حاجة زي كده خلينا نزبط شوية الشكل ده ممكن ادوس ممكن ايجي كده دوس اسقلت واختار اللي اتنين دول نرجع كده اس اس او لهم سكيل شوية وممكن ارجع سلكت اللي في النص دول واعمل جي زد وانزلهم شوية بالشكل ده الحاجة اللي بعد كده ان انا هبدأ ازبط شكل السين بتاعي فهعمل شفت اي وهعمل اد مش كيوب علشان ده يكون الشكل اللي عندي اللي انا هصور في البرفين بتاعي وهعمل له سكيل حاجة زي كده جي زد علشان ارفعه الفوق وخلينا نروح تاب على الادت مود ومن الفيس تلكت هاختار الفيس اللي قدامي ده وهعمل اكس وهعمل دليت فيسز وهعمل له جي زد عشان ارفعه الفوق حاجة بالشكل ده اس زد و جي زد عشان انزله كده تاني بنصغره بزيادة خلي حاجة زي كده واس عشان اعمل له سكيل اكتر دلوقتي هدوس زيرو من النومباد علشان اجيب الكاميرا بتاعتي وهدوس ان من الكيبولد علشان افتح القائمة دي من قائمة فيو هاجي اعمل كاميرا تو فيو وهبدأ ان انا احرك الكاميرا بتاعتي معايا بالشكل ده وخليني ازبطها في المكان اللي انا اوزاه فممكن اعمل حاجة زي كده وهاجي من هنا من الكاميرا ساتنجز ممكن اعمل دي حاجة زي 200 مثلا وخلينا نسكرول داون علشان نزبط اتجاه الكاميرا وطبعا هحتاج ان نربط الحاجات دي كلها مع بعض فخليني اسلكت الجزء اللي جوه وشفت واختار الازازة وشفت واختار الغطى وكنترول بي وهعمل سات بيرنت وابجكت ودلوقتي لما اختار الغطى كده واعمل ار زد هقدر ان انا اعمل روتيت لكل حاجة بالشكل ده ودلوقتي هاجي اسلكت الكيوب ده وهدوس تاب عشان اروح لي الادت مود ومن الاج سلكت هختار الاج دي وهعمل اي زد واعمل لها اكسترود لتحت بي الشكل ده وهاختار الاج دي واعمل كنترول بي وعمل لها بفل خفيف سيه كده بعد كده هارجع على الاوجيكت مود طبعا ما ننساش نعمل شيد سموذ لكل حاجة ويكنترول اس علشان نعمل سيف دلوقتي هادي ماتيريال للجزء اللي ورده فهاجي من هنا وهعمل ممكن اعمل حاجة زي كده وخليها اقلل الرافنس شوية علشان تبقى بتعكس وهاجي من الورلد هنا وهزود بتاعة الاضاءة خلينا نمسك دي وهغمق اكتر الغطى عايزة حاجة اسود غامق تماما من الوقت يمكن نزود تفصيله لطيفة جدا عن طريق ان انا هعمل شفت اي وهعمل اد لايت سبوت لايت خلينا الاول نلغي الكاميرا توفيو علشان الكاميرا متتحركش معنا جي زد وهرفع ده لفوق بالشكل ده اس علشان اصغره شوية خلينا نرجع الورى وهعمله بالشكل ده وخليني اجيبه من هنا جي زد بنرفعه لفوق شوية ودلوقتي ممكن نعلق الاضاءة بتاعته خلينا نعمله حاجة زي متين مثلا وهاجي من الشايدنج من هنا وهاجي هنا هعمل هلاقي ان هو فتح لي النودز دي بالشكل ده فكل اللي انا هحتاج اعمله ان انا هعمل شفت اي وهعمل اد تكستشور وهدور على امج تكستشور اهي هحطها هنا وهيوصل الكالر في الكالر وبعدين هاجي اعمل اوبن وهختار الصورة اللي انا نزليها عندي اللي هي اسمها جوبو هنشوف دلوقتي ممكن نعمل بها ايه هفتح الصورة بالشكل ده كده خلاص الصورة بقت عندي هنا ودلوقتي خلينا نزود السترينث شوية بتاعت الاضاءة دي ويني جي من هنا فدلوقتي لو بدأنا ان احنا نعلي الاضاءة بشكل يكون واضح بالشكل ده ومجرد ما هنوصل الكالر في الكالر هنلاحظ انه الجوبو دي اتطبقت عندنا بالشكل ده هي كل اللي هي بتعملها ان انت بتجيب صورة ابيض وسود فهي بتطبق لك الصورة عندك على الاضاءة بتاعتك فدلوقتي لو انا جبت اللايت ده وعملت ار واي وعملت جي زد هيبقى عندي حاجة زي كده ممكن ارجعه الورا شوية عشان يعمل لي انعكاس كأنه في ظلال نباتات حاجة زي كده وطبعا ممكن نتحكم في حجم الحاجات دي بان احنا نيجي من هنا وهدوس كنترول تي وممكن اجي من السكيل وازود السكيل زي ما انا عاوزة تمام وهاجي ادوس تاني زيرو من النوم بعد ممكن نعمل لها روتيت شوية تمام كده شكلها لطيف تمام خلينا دلوقتي نرجع على اللاي اوت وهاجي من هنا من الرندر وانزل على الكلور مانجمنت وهخلي اللوك ميديم هاي كونترست حاجة زي كده شكلها احلى ولو انت حابب ان انت تضيف ليبل لبرفيم بتاعك فممكن نروح على حاجة زي فوتوشوب مثلا ممكن اجي من هنا اتأكد ان انا اعمل انجروب ارت بوردز علشان يبقى عندي صورة بالشكل ده وهكتب اي حاجة انا عوزاها مثلا خلينا نفترض ان احنا هنكتب مثلا وتحتها كده نكتب و ونصغر دي عنها عن اللي فوقها شوية تمام حاجة زي كده وكل اللي انا هعمله ان انا هعمل هننزل دي شوية كده هاجي دلوقتي هعمل فايل اكسبورت از بي ان جي عادي جدا وتأجد ان ترانسبيرنسي مفتوحة وهعمل اكسبورت هرجع تاني لبلندر وهاجي هاختار الازازة دي كده هروح تاب على الادت مود وهروح للفيس تلك نلغي لتواجل الاكس راي وهاختار شوية الفيسز اللي انا عاوزة الكلمة تقريبا ده اكون فيهم ممكن امسك شوية الفيسز دول وهعمل شفت دي وكليك يمين علشان اكنسل وهعمل سابرت باي سلاكشن وبكده انا بقى عندي دي فيسز لوحدها ودلوقتي هروح اتأكد ان انا افلى الموديفايرز بالشكل ده فابقى عندي ده كده جزء الواحده وهعمل بس جي اكس وي اطلعه لبرة حاجة بسيطة زي كده وبعدين هروح على الشايدنج من هنا هلاقي الماتيريال بتاعتها عندي هنا وهتأكد ان انا امسح الماتيريال من الجزء ده ودلوقتي هروح تاب على الادت مود وهدوس يو وهعمل سمارت يو بي بروجيكت وهعمل اوكي وانيو هتأكد ان انا عمله نيو ماتيريال وهعمل شفت اي وعمل اد تكستر امج تكستر وهربط الكلور بالباس كالر وهعمل اوبن وهفتح الصورة اللي عندي بالشكل ده هلاقيها على طول ظهرت هنا فلو انا جيت شديت الجزء ده كده وفتحت من هنا اليو في ادتر تاب عشان نروح للأدت مود هلاقي ان هي موجودة عندي هنا هعمل ايه عشان اعمل سلاك تقول وهعمل ار اكس مية وتمانين عشان نلف الفيسي دي مية وتمانين درجة وبعدين هبدأ ان انا ازبطها في المكان اللي انا عاوزاها فهاجي اعمل جي حاجة زي كده اس عشان نعمل لها جي واي ويه خرفاها اللي فوق بالشكل ده بعد كده انا عايزة ان الكلمة دي تكون شفافة انا مش عايزة ان هي تكون ليها خلفية سودة زي ما احنا شايفين كده طيب هنعمل ده ازاي هنيجي من هنا هبعد دي كده وهمسك الكالور هوصله هو هو في الفا وبكده هلاقيها بقت عندي من غير خلفية سودة بس خلينا نروح من هنا نتأكد ان احنا مش عندنا اي موديفايرز موجودين زي ما اتفقنا وبكده بقى عندي الشكل حاجة زي كده طيب انا عايزة ارفع تاني الكلمة دي الفوق شوية هاجي هعمل جي واي وهرفعها للاخر طبعا كان ممكن ان احنا نسلكت فيسز اكتر من كده من فوق لو احنا عايزين بس انا شايفة انه كده مناسب دلوقتي هنرجع تاني على اللي اوت بتاعنا وهدوس زيرو من النومباد علشان نشوف النتيجة ننجيب ده شوية حاجة زي كده مسلا بعد كده الحاجة الاخيرة اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نضيف شوية حاجات كده ممكن نحطها في لسين فممكن نيجي من هنا مسلا نكتب ونفتح ديه علشان نشوف وطبعا خلينا مختارين وهنيجي على ونكتب ونختار اي نوع فلاورز فلنفرض ان انا اختار ده مجرد ما هتدوس عليه هتلاقي بيرندر عندك فلسين بالشكل ده هنيجي نختار ده كده ونعمل حاجة بالشكل ده وممكن دلوقتي اعمل جي زد خلينا نقفل ده جي واي وممكن اعمله سكيل اكتر كمان واخليه قريب قوي من الكاميرا ودلوقتي هاجي من الكاميرا طبعا خلينا نعمل دابت اوف فيلد وهاختار ده ونقلل خالص الاف ستوب علشان دي تكون عندي جزء دي يكون عندي اوت بالنسبة لنا وهي هي ممكن اعمل شفت دي واخد منها نسخة واعمل اكس عشان اجيبها هنا وممكن اخلي دي الف تمانين في الف تمانين يعني التزبيط النهائي ده دايما بيفر من حد للتاني كل حد هو عاوز عمل ازاي فانت تفضل تزبط لغاية لما توصل للشكل اللي مرضي بالنسبة لك ممكن يجي كده طبعا من الورلد ونعمل روتايت لاتجاه الاتش دي ار لو احنا شايفين ان هو يكون مناسب من اتجاه تاني يعني بنفضل نجرب بقى لحد ما نشوف انسب حاجة للشكل بتاعنا ممكن اضيف اضاءة تانية حاجة زي كده اعجيها شوية ممكن اجيب دي اعمل ار واي تسعين ار زد مية وتمانين جي اكس ممكن نخفف الاضاءة خالص ممكن نغير لونها بايت عامل اضاءة زي اضاءة شباك مسلا اعجيها نعمل شفت دي اكس اعجيبها المحية التانية ار زد مية وتمانين جي زد ممكن نخفف الاضاءة خالص من حاجة زي مية مسلا ونرجع نمسك دي نقربها ممكن نشيل دول خالص حاجة زي كده خلينا نجرب كمان الهاي كونترست ممكن برضو لو لسه عندك تعديلات اكتر من كده لسه لشكل مش عاجبك ممكن تيجي من هنا تنزل تحت كده وتروح على اليوز كيروز تفتح دي كده وتبدأ تزبط شكل السين بالطريقة اللي تعجبك فممكن نعمل حاجة زي كده علشان نديها واقعية اكتر وهي طبعا ممكن تغير تجاه الكاميرا لو حبيت وبعد ما بتخلص خالص طبعا كل اللي انت بتعمله ان انت بتروح لرندر وبتعمل رندر امج وبكده بتطلع لك الصورة النهائية اللي انت رندرتها فبس كده ده كان ببساطة التوتوريال بتاع النهاردة فيا رب يكون عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت يسيبوها لنا في الكومنتز واشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي